في هذه الانطلاقات وسباق المرموم التمهيدي بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بهذه الانطلاقات وهذه التحديات على ارضية هذا الميدان والقاية اصحاب سمو الشيخ في شوطنة العاشر وهو يحمل البكار المهجنات مع الاربع كيلو مترات نسير يلا المقدمة يلا المركز الاول اللي يروح تسيطر على مقدمة الشوط بشعار هجن العاصفة يقودها حمد بن راشد بن غدير للتضمير للعناية للاشراف بهذا الانطلاق بينما تاتي في المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام هناك مع شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ويقودها هنا عتيج بن سالم بالعرط وهي شديدة شديدة ما شاء الله باين الشدة باين الشدة والتحدي والرقص الجميل الغزيل في هذه اللحظات لمعالي شيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن احمد في التضمير تبدلت اموري هذا الشوط الى المركز الثاني بينما المركز الثالث تراجعت اليروى من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير المركز على المركز الثالث اما المركز الرابع هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير وهي مسكت على المركز الرابع بينما المركز الخامس وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن احمد بن خريدة كذلك في عملية التضمير المركز السادس هنا تواجد في سادس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم سالب بسعيد بن منانه يقودها في التضمير وسابع المراكز هنا التواجد من سرابة لسمو الشيخ زايد بن المربن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي كذلك في التضمير هناك المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدي العزاء نشوة نشوة لسيدي صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن لاحج الهاجري في عملية التضمير هنا التواجد مشاهدينا متابعين الكرام من الضبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضميرها وتاسع المراكز هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبدالله بن ثعيلة بالهائري يضمرها عاشر المراكز وصلت في هذه اللحظات وتقدمت الراجمة لسمو الشيخ راشد بن محمد أو لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ويضمرها عتيج بن سالم بالعرطي هناك اللي وصلت في هذه اللحظات هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام مع العشر المراكز الأولى ومع مساري هذا الشوط الجميل هذه التحديات الجميلة في شوطنا العاشر الذي يحمل هذه الكوكبة يحمل هذه الشعارات ويحمل هذه الأسماء منهجنا أصحاب السمو الشيوخ بهذه الشعارات والنجومية الكبيرة شديدة شديدة ولكن هناك اللي غيرت مشاهدين متابعين الكرام على المركز الأول الشاهينية الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن احمد بن خريدة يقودها في التضمير إلى مقدمة الشوط بينما تليها في المركز الثاني تاتينا شديد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي في عملية التضمير وهناك تاتي اليروى في هذه اللحظة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حمد مختار بن احمد هناك من يقود الاغزي المشاهدين العزاء يا سلام يا سلام واليروى عادت عادت اليروى للتنافس من هجن العاصف بقيادة حمد بن راشد بن غدير في مسار هذا الشوط على المركز الثالث ووصلت هنا مشاهدين متابعين الكرام الراج الراج متاتي في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع والتحدي الجميل على أرضية هذا الميدان خلاص قربنا من الوصول ومن هذا المسار من هذا الانطلاق يا سلام شديد شديد الشدة في الأمتار الأخيرة مطلوبة مطلوبة وهذه شديدة تسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب عتيج بن سالم بالعرطي المتمرس في التضمير هناك يقودها إلى هذا الموقع المرموب بينما تاتي اليروى في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن غدير وتصل الضبي في هذه اللحظات على ثالث المراكز كذلك من هجل العصفة شوف الأداء الجميل شوف الرقص في الأمتار الأخيرة يا السلام يا اللقاية الله يا بداية الموسم الله 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 هذه مسيطرة شديد الاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب عتيج بن سالم بالعرطي في التضمير وهناك تاتي اليروى اليروى من هجل العصفة اليروى وشديدة شديدة واليروى الأمتار الأخيرة التنافس ما بين الثنتين يا السلام شديدة شديدة alcanzت مصرة على البقاء من البداية في هذا الموقع يا السلام تهانينا تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم تهانينا لأعتيج بالعرطي على هذا الفوز اللي يروى في المركز الثاني من هجن العاصفة والمركز الثالث تأتي في الضبي كذلك من هجن العاصفة المركز الرابع البويضة من هجن العاصفة من المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم هكذا الخمس المراكز الخمس الاخرى كذلك لجنة خط النهاية لها متابعة حتى المركز العاشر نعود الى التوقيت الزمني وهذه الشديدة من بانت شدتها وصمدت في الامتار الاخيرة بالمركز الاول وبالفوز ونموس في هذا الشوت 6 دقائق عشرين ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية تهانينا السموشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وتهانينا الاعتيج بن سالم بالعرطي اليروى قدمت كذلك ادى جميل 6 دقائق وعشرين ثانية خمس اجزاء من الثانية من هجن العاصفة تهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث وصلت في البويضة قدمت ست دقائق واحد وعشرين ثانية تسع اجزاء من الثانية توقيتها الزمني في الاربع كيلو مترات وايضا من هجن العاصفة